صباح الخير أحبائي طلاب الصف الرابع الأساسي معكم معلمتكم الاسرسل صور فنحن قد وصلنا إلى الأسبوع السابع ودرسنا اليوم في القواعد بعنوان النكرة والمعرفة إذ سنجيب عن بعض الأسئلة من خلاله وهي ما هو اسم النكرة؟ ما هو اسم المعرفة؟ كيف أحاول من النكرة إلى المعرفة؟ أولا ما هو اسم النكرة؟ رأيت كلبا كلبا هي اسم فعل أم حرف هي اسم هل تدل كلمة كلبا على كلب معروف؟ لا لا تدل على كلب معروف إذن هذه الكلمة إن كانت لا تدل على كلب معروف هي اسم معروف أو نكرة غير معروف؟ طبعا هي نكرة غير معروف اشتريت كتابا كتابا هي اسم فعل أم حرف هي اسم هل تدل كلمة كتابا على كتاب معروف؟ لا لا تدل على كتاب معروف إذن إن كانت لا تدل على كتاب معروف هذه الكلمة هي اسم معروف؟ هذه الكلمة هي اسم معروف أم نكرة غير معروف؟ هي نكرة غير معروف؟ رقض الولد في الملعب ولد هي اسم فعل أم حرف؟ هي اسم هل أعرف من هو هذا الولد؟ لا لا أعرف إذن هذه الكلمة هي اسم معروف أو نكرة غير معروف؟ هي نكرة غير معروف ماذا أستنتج يا ترى؟ أستنتج أن الاسم النكرة يدل على إنسان غير معروف أو حيوان غير معروف أو شيء غير معروف يعني اسم النكرة يدل على إنسان لا أعرفه أو حيوان لا أعرفه أو شيء لا أعرفه الآن ما هو اسم المعرفة؟ رأيت الكلب الأسود الكلب هو اسم فعل أم حرف هو اسم هل تدل كلمة الكلب على كلب معروف؟ نعم إذن هذه الكلمة إن كانت تدل على كلب معروف هي اسم معروف أو نكرة غير معروف؟ هي اسم معروف ثانياً اشتريت الكتابة الكتابة هو اسم فعل أم حرف؟ هو اسم إذن هذه الكلمة هي اسم معروف أم نكرة غير معروف؟ هل أعرف الكتاب الذي اشتريته؟ نعم أعرفه إذن هي اسم معروف أم نكرة غير معروف؟ طبعاً هي اسم معروف رقض الولد في الملعب ولد هي اسم فعل أم حرف هي اسم هل أعرف من هو هذا الولد؟ طبعاً أعرف إذن هذه الكلمة هي اسم معروف أم نكرة غير معروف؟ هي اسم معروف يا ترى أنا لماذا أعرف هذا الولد؟ ما هو الذي ميزه لكي أعرفه؟ لوجود أل التعريف في بداية كلمة الولد أضفت الأل وهي أل التعريف فعرفت بهذا الولد لذلك عرفته إذن ماذا أستنتج؟ أستنتج أن الاسم المعرفة هو كل اسم يبدأ بأل التعريف ويدل على إنسان معروف وحيوان معروف وشيء معروف يعني كل اسم يبدأ بأل التعريف فهو اسم معرفة ويكون إن كان الاسم إنسان أم حيوان أم شيء ويبدأ بأل التعريف يكون هذا الاسم اسم معرفة ملاحظة الأسماء التي تعتبر أسماء معرفة أولاً اسم العلم مثال سامي أو نادية أنا إن نديت سامي ألن يعرف سامي بأنني أناديه له؟ يعني ألم يعرف بأنني أناديه؟ ونادي كذلك ربما أخترت على سبيل المثال اسم رامي إن نديت رامي ألن يجيبني رامي؟ فلذلك اسم العلم هو اسم معرفة ثانياً اسم البلد أو المنطقة إن قلت لبنان سنعرف أن هذا البلد هو لبنان فهو اسم معرفة إن قلت سور إن قلت بيروت ستعرفون منطقة بيروت أو مدينة بيروت إن قلت على سبيل المثال طرابلس أيضاً سنعرف طرابلس ثالثاً أسماء الإشارة أيضاً تعتبر أسماء معرفة مثل هذا هذه هؤلاء وإلى آخرهم والأسماء المعرفة بأل التعريف كما ذكرنا سابقاً كل اسم يبدأ بأل التعريف يعتبر بأنه اسم معرفة وكذلك أيضاً اسم العلم اسم البلد أو المنطقة وأسماء الإشارة الآن كيف أحول الاسم من النكرة إلى المعرفة؟ عندما أريد أن أحول الاسم النكرة إلى اسم معرفة أضيف أل التعريف مثال كلب الكلب زورق الزورق طفل الطفل أضفت هنا أل التعريف على الكلمة فتحولت من نكرة إلى معرفة الآن سنقوم بتمرين تطبيقي أحول الأسماء الآتية من نكرة إلى معرفة محدداً نوعها الاسم النكرة رجل تصبح الرجل نوعه اسم إنسان لوح اللوح اسم شيء جمل الجمل اسم حيوان فعندما أريد أن أحول من النكرة إلى المعرفة علي أن أضيف التعريف الآن هيا يا أعزائي لننجز الأعمال التطبيقية ودمتم بألف خير